السلام عليكم ورحمة الله أخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم 10 يناير جنوبي 2023 والساعة التاسعة و 47 دقيقة مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك الزلفلون إخواني حياكم الله حيا الله حرار البلاد أينما كانوا حيا الله إخواننا الأحرار أينما كانوا و حديثي إليكم كما وعدتكم أمس اليوم رح نعود نرجع فيه لما قاله السافير الفرنسي السابق وتدعيات ذلك بعض ردود الأفعال إن كانت محتشمة من طرف العصابة وعوان العصابة أو ذو بابها وأيضاً ما حقيقة هذا الموقف؟ هل هو موقف رسمي؟ هل هو موقف غير رسمي؟ هل هناك خصومة داخل الاسطابليشمنت الفرنسية في كيفية التعامل مع الجزائر عموماً والعصابات التي تحكمها خصوصاً؟ رح يكون هذا الموضوع في الجزء الثالث من حديثي إليكم يجي قبل حديث على نافذة دولية ورح نشوف بعض المواضيع ولو اختصاراً وبسرعة لكن قبل ذلك رح نبدأ بالملف الجزائري في بعض نقاطه أو في بعض الأمور التي تخص الملف الجزائري وبداية نسمحولي أن اليوم نبدأ بحديث على رجل بسرعة باختصار اليوم وفاته المنية اليوم توفى ويسمى أدولفو كامينسكي أدولفو كامينسكي هذا قد يستغرب الناس وجدني الحديث على أدولفو كامينسكي وهو يهودي روسي ولد في الأرجنتين وعاش جزء كبير من حياته في فرنسا وأعتقد أنه مات فيها أيضاً اليوم حينما أعلنا عن وفاته أعلنت بنته وتسمى سارة كامينسكي أعلنت نقلت عنها وكالة أنباء دولية عن وفاته ما الذي يعنينا في هذا الشخص في الحقيقة يعنينا بشكل مهم وهو أولئك الذين أولئك الأجانب من جنسيات مختلفة من معتقدات مختلفة من الذين واقفوا مع الثورة الجزائرية كامينسكي هذا كان مزوراً كبيراً لك في الاتجاه الصحيح كان مزور للوثائق واشتهر بأنه كان أحد أكبر المزورين المزورين ربما ليعرفوا أو اشتهوا أو اشتهروا في الفترة القرن العشرين حينما بدأ يعمل كمزور للوثائق في البداية باعتباره كان يساعد خاصة أبناء عقيدتو أو ديانتو اليهود الذين كانوا يعتقلون في أوروبا وفرنسا بشكل خاص وقالوا أيضاً أنه ساعد ما يعرف بالمقاومة الفرنسية للنازية لكن فيما بعد خرج من هذا الموضوع ليكون مدافعاً عن الثورة الجزائرية وليلتقي وليقضي سنتين في الحقيقة مع الثوار الجزائريين ويلتقي عدد منهم في الداخل وفي الخارج وقد قال بتزوير عدد من الوثائق للثوار داخل اللي كانوا يجب أن يخرجوا أو اللي كانوا في الخارج وكان يجب أن يتنقلوا عبر بلدان أخرى أو الذهاب إلى تونس أو المغرب من فرنسا أو غيرها والحقيقة أنه حتى أنه ناصر أيضاً فيما بعد كل قضايا التحرر بما فيها قضية جنوب إفريقيا ومعركة السود ضد الميز العنصري ضد نظام البيض العنصري الذي كان سائداً إلى درجة أنه تم تهديده وكانت المخابرات جنوب إفريقيا يومها العنصرية تحاول قتله ومحاولة قتله في فرنسا ففر إلى أين فر؟ في الحقيقة فر إلى الجزائر لما كانت الجزائر ما زالت في حدود معينة ما زالت مع الثوار ومع الثوارات ومعه فر وعاش في الجزائر ما بين سنة سبعين وسنة ثمانين قلنا نشوفوا إلا الجول مقطع على السريع ربما نشوفوا صورة له وما نشوفوا له صورة الحديث لبنته في الحقيقة بالمناسبة أيضاً نقطة مهمة تزوج من جزائرية تارقية أو من تارقية لأن تعرفوا توارق يعني المنطقة هم لا يعترفوش بالحدود هم موجودين في مالي موجودين في شمال مالي في شمال نيجر في جنوب الجزائر إلى حد ما في جنوب ليبيا وإلى حد ما في الكود ديفوار وفي شمال موريطانيا فتزوج أمرأة تارقية أمازيغية وولد له ثلاثة أبناء إحداهن معروفة هو هذا في الصورة يظهر يظهر هنا بكاميراته كان مشهور أيضاً بالتصوير يظهر في هذه الصورة هنا كان ربما في سن الثمانين أو يزيد مات اليوم طبعاً ماتوا سنه كبير يعني سن سبعة وتسعين سنة ولده في ولده تقريباً سنة خمسة وعشرين في الأرجنتين كما قلت وهو روسي يهودي من أصول يهودية هنا مع بنته بنته هذه ربما هي الأشهر بناته وهي معروفة على أساس أنها هي أيضاً كانت في مجال فني وتسمى سارا كامينسكي تتحدث عنه هنا بنته في في إحدى المواضيع أو في تيد تحدثت عنه وعن دوره في دعم الثوار والثوارات في عدة أماكن ترجمة نانسكي ترجمة نانسكي ترجمة نانسكي وعنسكي ترجمة نانسكي ترجمة نانسكي ترجمة نانسكي ترجمة نانسكي ترجمة نانسكي ترجمة نانسكي هكبر نانسكي ترجمة نانسكي أو اللي كان تزوج أكثر من مرأة كانوا يشكون فيه لكن هو كان يختلي لكي يذهب إلى المكان الذي يقوم فيه بتزوير الوثائق لم يكن يقدم أي معلومات لأي إن كان حتى لا يتكشف قضيته لو كان موجودا معنا لحدث ربما أمران لأنه توقف عن تزوير الوثائق في منتصف السبعينات يعني عندما كان عمره حوالي 55 سنة أو 60 سنة لو كان معنا لربما ساهم أو شارك في إيجاد وثائق للأحرار الهاربية مثل بن حليمة مثلا ولربما أيضا خرج الذباب والأذناب والمرتزقة ليهاجموه لأنه أوجد جواز سفر مزورا لهذا الحر أو لذلك الحر الهارب من العصابات كان يحدث هذا لأنكم تعرفون أن الأذناب والذباب خرجوا يهاجمون في بن حليمة وإخوانه اللي كانوا معاه ووقفين معاه لأنهم قالوا أنهم زوروا له جواز سفر سواء كان هذا حدث أم لم يحدث هذا سيكشف عنه ربما التاريخ والمستقبل لكن تخيلوا لو أن هذا الرجل الذي زور الوثائق للفرنسيين ولليهود لما كانوا تحت الاستعمار النازي أو لليهود لما كانوا تحت الاضطهاد أيام النازية أو للجزائريين لما كانوا تحت الاستعمار الفرنسي أو للشيليين والأرجنتينيين الهاربين من الدكتاتوريات أو لجنوب إفريقيا الهاربين امتميز العنصري لهاجمه الأذناب والذباب وبعضهم يزعم أو يدعي أنه كان مع الحرك كذباً وخداعاً لهاجموه قالوا آه له قام بالتزوير الوثائق بن حليمة حي الله الأحرار أينما كانوا ربما سنعود له في الحقيقة له كتاب وسعود لهذا الكتاب وقد نتحدث عنه في مرات أخرى وفي موضوع إذا كان هناك مزيد إن شاء الله من بركة في الوقت عن أولئك الذين وقفوا مع الثورة الجزائرية ووقفوا مع الأحرار في العالم عموماً ومع الثورة الجزائرية خصوصاً من الأجانب ومن هم والذين دافعوا وبعضهم قتلوا وعذبوا وماتوا وسجنوا ودفعوا ما لديهم من أجل وهم أجانب خاصة ربما لما تكلموا على المسلمين ربما يبان أنه كان واجب أيضاً ديني لكن هؤلاء لم يكنوا مسلمين فكان واجب أنهم وقفوا مع المظلوم ويكفي أن تقف مع المظلوم بغض النظر عن أشياء أخرى حتى تعد من الأحرار وأن تقف ضد الظالم حتى تعد من الأحرار تقف بحق وبصدق وليس بمكر وخداع وعودة إلى أرضنا التي تتحكم فيها العصابات ويتحكم فيها المجرمين عودة إلى أرضنا كان هناك اليوم خبر مؤلم لعلكم تابعتوه وهو مقتل صبي شاب صغير عمره 16 سنة قتل قتلاً بالرصاص قتل قتلاً بالرصاص ظلماً وعدواناً هذه القضية شاب صغير عمره 16 سنة وقالوا لنسان عندهم ما وعندو قيات شعارين مسكينة وفا بابا دام كيف كيف حبي يقول خلوه لكب دام حروقه أشخاص هم كيف حبي يقول خلوه لكب دام حليم يقول خلوه لكب دام حليم وما تفضل من رأسي المسكينة وكما قالو سياء ويرفضوا هكذا يالله والله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقلوا كلا العصابة اخرجوا بيان قالوا فيه انهم اوقفوا الشرطي وانهم يحققون وانه في الحقيقة الشرطي كان في مهمة مع الزملاء وكانوا في قبض على بعض المتهمين بالمتاجرة في المخدرات الى اخره وانه تلقوا نوع من التمرد وكانوا نوع من التمرد فاطلق الرصاص بمعنى انها لم تكن خطأ يعني كانت مقصودة لكن هم رام يبروا فيها الان باعتبارها انهم ان الشرطة تعرضت لنوع ربما من العنف او من هذا تبريرهم قال لك راح ويجيبوها الفين حبة منيش عارف انتع مخدرات يو اسيادكم كبار رتب في المخابرات في البوليس في الدارك رام يتاجروا في المخدرات ليس كلهم بعض منهم يتاجروا في المخدرات المخدرات هذه راه تجارة كبيرة جدا الى درجة انهم هذي الايام قاعدين يقترحوا باش ما توليش جريمة انهم يلقوا عندك المخدرات معناها باش تولي تتباع وحتى ما توليش تتباع حتى في السر يعني راهم يفكروا في هذي قال لك باش ما يوليش تجريم ليستهلك والهدف ما هوش معالجة ليستهلك لان في الحالة باش ما تجرمهاش لازم يفعل عندك مراكز ومستشفيات واماكن وخبارات لا 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 باش تبقى تجارة المخدرات تجارة راح يجيب لهم الاف المليارات تاع السنتيمات كل سنة راكين اللي دايرين فيلات تتاع خمسين مليار وستين مليار وربعين مليار كين اللي دايرين حسابات بلورو بالدولار كين اللي دايرين شركات كين كلها من تجارة المخدرات وكثير منهم من المسؤولين الكبار من المسؤولين الكبار وحتى لما يلقوا القبض أحيانا على بعض الصغار يعني شوفوا التفريق في الركم تسمعوا هذه الأيام واسمعتوا وتابعتوا الأحكام القاسية جدا على بعض الناس اللي تهموهم كثير منهم متهمين وبعضهم ربما بالفعل مارسوا المضاربة كين اللي مارسوا المضاربة وهذا فعل مدان ومشان ومرفوض إلى آخره لكن تخيلوا واسمعتوا وكانوا يخرجوها في قنواتهم في جرائتهم أنهم يخرجوا يقول لك عشرين سنة واش يلقاوا عنده يلقاوا زيت خمسة دينار في الحليب خمسة وعشرين سنة واش يلقاوا عنده يلقاوا عنده ستين بيدون زيت واحد حكموا له بالمؤبد على ستين بيدون زيت وستين بيدون زيت تا خمسة لثلاثة في محل عادي جدا لو كان يجوه كل ساعة عشرة من ناس يشيروا الزيت ولا خمسة من ناس يشيروا الزيت يخلاص في نهار حاكمين بعشرين سنة خمسة وعشرين سنة ثلاثين سنة مؤبد لكن تعلموا المخدرات خلنا نشوفوا واحد المثال تعلموا المخدرات مؤخرا ما عندوش كثير ومن معلوماتهم من مصادرهم هم من مصادرهم هم طيب ها هو فقط باش من باش من قبل من فوتوا قضية ها هو الطفل اليس اللي قتلوا الشرطي اليوم بالرصاص وشفتوا المتحدث في الفيديو يقول لك علاش يعطوهم الرصاص يعطوهم مفروض بركة الالكتريسي يعطوهم الرصاص خاتشيرا محبوا باش يورونهم باللي هم أرباب البلاد ما كانش عندهم الرصاص را مكانوا نحولهم فترة معينة وكانوا يعطوهم تعليمات صارمة في عدم استخدام سلاح لكن مؤخرا وفترة من اللي بدأوا يقمعوا في الحراكة في ثلاث سنوات الأخيرة هذي خاصة رجعوهم وشفناهم في مقتل جمال بن سماعين لي أشرف عليها المجرم جبار مهناء والمخابرات الإرهابية ما قال لك لما الناس قالوا علاش شرطة ما طلقتش الرصاص باش تهرب الناس اللي كانوا يقتلوا في جمال يعني تحذير طلقات تحذيرية آقلك خافوا خافوا لك اش ما رصاص تضرب واحد ولا هناك وانتم تشوفوا في واحد يعدل خفتم وهنا شاب صغير عمر 16 سنة تطلق الرصاص في الحقيقة هناك لم تطلقوا الرصاص لأن المنفذين الرئيسيين وتبعوهم بعض الغوغاء المنفذين الرئيسيين كانوا عناصر تعموا الخابرات والناس صورتهم وموجودة الصور وموجودة الفيديوهات وموجودة ها وليش ما تقتلش الرصاص يومها يوم الحراق الكبرى في منطقة القبائل ويوم قتل وحرق والتمثيل بجمال بن اسماعيل رحمه الله لأنكم أنتم وين كنتوا وراءها كل مرة جاء أشياء تكشف وتفضح البروباغاندا نتاقم السابقة خلينا نشوفوا موضوع المخدرات ها هي القضية هاي الصورة قناة النهار بعد التحقيق معها في قضية المتاجرة بالمخدرات الصعبة من نوع الكوكاين وذلك بعد أن تم توقيفها في 30 ديسمبر ليلة حلول السنة الجديدة من قبل عناصر الشرطاء الذين قاموا بمداهمة وتفتيش منجل زوجها حيث تم العثور على كمية من مخدرات الصلبة من نوع الكوكاين طيب هذه أنا لا أتهمها شخصيا بالنسبة لي الإنسان متهم بريء إلى أن يثبت إيدانته وإيدانته من قضاء عادي مش قضاء تليفون لكن هذه تم إطلاق صراحة في قضية مخدرات قال لك رقابة قضائية طيب في حركيين كاي اللي يكتب تعليق في الفيسبوك كاي اللي قال دولة مدنية مش عسكرية رغم بثلاث سنوات بخمس سنوات بسبع سنوات بربع سنوات بسنة بما فيهم نساء بما فيهم رجال ناس كبار صغار لكن المتاجرة أو شبهة المتاجرة اللي قلوا عندهم الكوكاين في الدار تروح فيها إفراج لأنها ملكة جمال شمال إفريقيا كما قالوا معناها تدخلوا عليها بعض الناس معارفين في مستويات العليا الفوق اللي يضارب في في الحليب تدي عشرين سنة خمسة وعشرين سنة ولو ظلما كثير من الرسائل وصلتني من أسر تقول أنها لم تكن صحيحة هذه وأنهم داروا له تهم كيدية وأنه لما رفض باش يمد الرشوة لبعض العناصر الفاسدة تعد الشرطة أو تعد درك داروا له قالوا له أوكي درك انت فاهموا معاك داروا له تهمة المضاربة وكاين اللي بالفعل يضاربوا وداروا مضاربة لكن لا يعقل أن اللي يدير مضاربة في شكار الحليب أو في الزيت في مئة شكارة أو مئتين شكارة أو يدي عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة ومؤبد واللي يتاجر في المخدرات يروح رقابة قضائية ما هو خالد تبون اللي كان متهم مع البوشي اللي دخل سبعة قرون سبعة قناطيق سبعمائة كيلو ما داش حتى رقابة قضائية راهو مستشار اليوم راهو السعيد بوتفليقة تعبد العزيز بوتفليقة زمان كان السعيد العبد العزيز والآن عندنا خالد تبون لماذا؟ وحتى البوشي رهم برك خايفين من الرأي العام رهم كانوا باش يخفونه وتصدر أحكام مخففة وعامين ثلاثة يلقوا رحوا برا سبعمائة كيلو جرام تعال منخدرات خلينا نشوف قضية أخرى يعني تعال وزيرة أفسدت البلاد أفسدت أخلاقها أفسدت كل شيء وكانت من الذين نفخوا في الحرب القادرة وصبت عليها الزيت في حين أن حركيين خرجوا على دولة مدنية بعض دمنهم خفص سنوات والبعض رهم اتهم وربما سبع سنوات والبعض رهم في السجن ولم يحاكم والبعض يتهم ظلماً وعدواناً فقط لأنه مثلاً مثل عبد الرحمن زيتوت يعني هو شقيقي خلينا نشوف هذا الوزيرة واشدر حكم عليها ذاك الوقت ها هي الوزيرة طبعاً تعرفوها كلكم خالدة مسعودي أو خالدة تومي مسعودي لما كانت قبل أن تتزوج على ما يبدو كان هذا هو اسمها حوالي ثمانية ملايين دولار صرفت على مهرجنات وزارة الثقافة بقات أكثر من عشر سنوات أكثر 14 سنة 13 سنة بقات 13 سنة وهي وزيرة في فترة كانت وزيرة الإعلام والناطقة باسم الحكومة وبقات في وزارة الثقافة وما أدراك ألاف المليارات من السنتيمات ثمانية ملايين دولار يعني بسعر السوق اليوم هي 160 ألف مليار سنتيم 160 ألف مليار سنتيم وما حكموا لها؟ حكموا لها سنتين ونصف سنتين ونصف هذا يعتبر حكم قاسي لأن هذا السيد رأس طراباندو في الجزائر في الجزائر كلها جميع واللي كان الأمين العام تعمل حزب جبهة التحرير الوطني ما يسمى حزب جبهة التحرير الوطني حكموا له سنة فقط عامين حبس واحدة منها نافذة وخرج كما شفتوه بالزرنجية لما خرجوه وطلقوه الحقيقة الناتبون كان قال أنه سيطلق صراح العصابات المظلومين من العصابات اللي في السجن مش المظلومين صراح العصابات اللي عندهم جاءوا صحابهم رجعوا كبار الجنرالات تعتوفيقوا اللي معاه أو اللي مدوا أموال ضخمة رشاوي كبرى خرجوا خرجوا خاصة الأسماء اللي مش معروفة كثير أو مش مشهورة كثير معانا جميعي معروف وأنه من أرباب مش من أرباب أنه هو أجرم طرابانديس في الجزائر لأنه هو اللي يشرف على تبسة وين تبسة ولاية تبسة وما جاء ورها ثم وين أكبر طرابانديس ويقع ثم عام وعام غير لأنه سجن في وقت القيد صالح فقط من بعد طلقوه يعني التاجر في المخدرات أو تساهم في تدمير عقول الشباب وفي تدمير المليارات من الدولارات تدي فيها سنة سنتين سنتين ونصف ممكن نفراج مؤقت ممكن رقابة قضائية حراكي تدي فيها ثلاث سنين خمس سنين عشر سنين وكي يرى متهمين ظلماً وعدواناً بأحكام ثقيلة لم يتمكنوا منهم فقط ومضارب أيضاً سواء كنت مضارب بحق أو تهمت باطلاً تدي فيها عشرين سنة ثلاثين سنة هاو رهي مقلوبة على رأسها البلاد هاو علاش لا يمكن عندما يكون هذا هو القضاء قضاء تلفون وقضاء الشكارة وقضاء الفساد العارم عندما تكون المخابرات الإرهابية والله ما أهلك من كان قبلكم يقول عليه الصلاة وأسكى السسليم والله ما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه أي أم والله أي أم والله لو سرقت فاطمة بنت محمد وحاش لها أن تسرق لقطعت يدها من أهلك كيف تهلك الأمم والمجتمعات والبلدان والشعوب يطبق القانون على الضعفاء فقط أسوأ من ذلك أسوأ حتى من هذا الحديث من هذا أسوأ من توصيف الحديث هذا هو أن إذا طبق القانون فقط على الضعفاء ولم يطبق على الأقوياء والأغنياء فإن الشعوب تهلك أسوأ من ذلك اليوم هو أنه يطبق قانون ظالم على الذين يريدون حرية البلاد وكرامة الشعب ونهضة الوطن ولا يطبق عليهم القانون كانوا مجرمين كانوا قتلا ما زالوا قتلا رهم جنيرالات رهم وزراء رهم ولات رهم عقدا في المخابرات وهكذا انقلبت علاش هذا السفير الفرنسي العنصري اليميني العنصري هذا علاش قال أن الجزائر تنهار صدق وهو الكذوب صدق وهو الكذوب رأنا نشوفوا في الانهيارات ما نحتاجوهاش جينة من عند فرنسي ولا أمريكي ولا روسي ولا هندي رأنا نشوفوا في الانهيار نشوفوا في الانهيار المنظومة التعليمية والمنظومة الصحية والطرقات والمستشفيات ورأنا نشوفوا في والقضاء والتعليم ونشوفوا في الانهيار ما نحتاجوش هو فقط في الحقيقة أكد ما نعرفه وخاف على بلاده ما هو شعلينا احنا خاف على بلاده فقط راح نتكلم ولي فيما بعد ان شاء الله وهذه اسرة من تسعة اشخاص هنا الاب مع ابناءه الخمسة وهو مساعد في الدرك عجيدان على ما يبدو طابط صف قتلوا هذه المرة بالغاز مرة اخرى يقتل الغاز وصر بيكملها في المسيلة في بوسعادة بالضبط والضحايا نعم عجيدان شيف مساعد اول ويسمى احمد رحموني قاعد فرقة امن طرقات ببوسعادة الذي توفى رفقة زوجته اولاده الخمسة وام زوجته واخت زوجته بيقسيد الكربون يعني الغاز ربما متفأة او اكان اطلقوا الغاز من نقتلهم او بايب او ماخدومة مليح او متفأة مضروبة او اقتلهم الغاز وراهم يموتوا الجزائرين بالغاز بشكل رهيب ورهيب جدا وما زالت تتكرر تكاد تكون كل يوم تقريبا كين احداث لو كان نعودوا نجيبهم كل يوم كل يوم تسمعوها في اللايف وطبعا حتى في هذا فقط في 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 قبل يومين والله صلى نفس الشيء رحم الله من ماتوا رحمهم الله جميعا المجلس الوطني اي ما يسمى بالواجهة المدنية للعصابات قرروا ان يصدروا قانون للمكافحة في الاتجار بالبشر لما قريت وضحكت لان الامريكيين خرجوهم في التقرير الاخير بتاع الولايات المتحدة طبعا الولايات المتحدة امبراطورية دايرة روحة اله على العالم فتخرج وتعطي لنقاط للدول في قضايا حق الإنسان وهما في بعض الأشياء صراحة ما يقولونه صحيح علينا دائما أن نكون منصفين في قضية الاتجار بالبشر جابوا قائمة يجيبوا قضية الاتجار بالبشر قضية المخدرات قضية بعض القضايا وفي هذه القضايا صراحة مفيدين قد يكونوا مفيدين بالرغم أنها العقلية هي عقلية استعمارية والأهداف هي أهداف استعمارية لكن جابوا فكانوا حطوا أن الجزائر من البلدان اللي فيها مشكلة الاتجار بالبشر في هذه السنوات الأخيرة ثلاث سنوات والأربع سنوات والعام الماضي هدوهم قالوا لهم رأنا نديروا ضدكم عقوبات يعني لأن الولايات المتحدة عندها هذه في وزارة الخارجية عندها جهة خاصة متعلقة بقضايا ما يسمى بحق الإنسان كما قلنا دائما لما نتكلموا على حق الإنسان عند القوى الكبرى رأهم يستخدموها للشنتاج والإبتزاز أكثر منها لتحقيق حقيقة الإنسان ولكن يجيبوا أشياء فجابوا المرات الأخيرة هدوهم قالوا له مرة كين التجار بالبشر عندكم وبالفعل كين التجار بالبشر ويستغربوا الناس للجزائريين لأطفال لكبار صغار يقع اختطاف ومرات مشاركة في جهات رسمية مرات بعض الليفوايو تعل درك أو الشرطة أقول مش كلهم بعضهم يساركوا في هذه الأشياء وكين عصابات تخدم معهم كما عصابات المخدرات كما عصابات تبيض الأموال كما عصابات تهريب كما كين عصابات تعلية تجار بالبشر ويتاجر خاصة البشر لما يلقوش كل يبكي عليه ومرات هدو يكونوا أجانب كين أجانب اعتقلوهم وتاجروا فيهم وباعوهم كيفاش باعوهم باعوهم الجهات معينة كين بعض الجهات تحتاج واحد يحتاج كلوا واحد يحتاج تغيير كبد واحد يحتاج تغيير قلب واحد وهدو مستعدين في الغرب يبيعوا يشرو هذه الأشياء بأموال ضخمة فكين عندنا ناس يتاجروا في البشر وكين اللي يستخدموا النساء والبنات يستخدموهم جواري انتع فساد انتع جنس عزكم الله وا 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 فأخيرا أصدروا قانون أو راح يصدروا قانون وافقوا عليه انتع مكافحة للتجار بالبشر البركة في الأمريكان يعني ما عندهمش خوف من الله ما عندهمش رقابة ضمير ما عندهمش شعبهم يسمعون له لا لا يشوفوا المطرقة بتاع الغرب المطرقة إذا جاتهم المطرقة تسمع الصونت تسمع الجرس يتأثرون ويتحد لأن علاش لأن دعمهم الرئيسي جاي من القوى الخارجية خاصة الغربية الدعم الحقيقي لهذا النظام جاي من هذه القوى وعليش هم يخافوا منهم لو جاءوا نظام وطني حقيقي شوف حتى إيران إيران طبعا تعرفوا رأي فيها وتحدثت فيه عشرة المرات لكن من الإنصاف أن نقول أن في إيران كالنظام وطني وش معنى وطني معنى أنهم يدافعوا من وجهة نظرهم هم على مصلحة إيران ويقمعوا شعبهم ويسجنوه لكن أنتجوا أسلحة يتدخلون في دول راهم لاعب رئيسي في الحرب الأوكرانية الروسي يستخدموا في الدرونز تا إيران إلى آخره لما الغرب يبدأ يدير لهم في العقوبات والله يقول لهم بعبارة دارجة عنه يقول لهم تزمعهم يعني ما يهتموش وراهي كين عقوبات ضد إيران من لي من ربعين سنة ما توقفتش العقوبات على إيران لكن ما يتأثروش كثير وعقوبات شديدة على الاقتصاد وعقوبات على مسؤوليهم وعلى 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 لكن ما يهموش كثير منين جايبين عندهم جزء من الشعب معهم ويخدموا وفق نظريتهم لمصلحة الوطن برغم أنها مصلحة النظام أكثر الوطن لكن احنا نتوعنا لا بمجرد علاش علاش راكين انزعاج شديد جدا مما قاله السفير الفرنسي أول أمس عند العصابة لماذا؟ لأنه على بالهم باللي هذه الأشياء وذلك نتكلم عليها مرة أخرى عن زعاج من جهة ويحاولوا يستخدموها من جهة أخرى وفق نظريات السكتمبرية لأنهم بدون الدعم الغربي وعلى رأس فرنسا وضحهم يكون صعب وصعب جدا ولذلك أيضا خرج لهم موضوع آخر وهذا الموضوع الآن راح يدين لهم صداع راح يدين لهم صداع وراحين أنا متأكد أن بعض الجنيرالات يعودوا سبوا ربما شنغريحة وبعض الجنيرالات الكبار يعدوا سبوا اللي يعطى الأمر باعتقال قاضي إحسان قاضي إحسان لم يكن شخصا عاديا لأسباب متعددة أولا من جهة لأنه صحفي وحاول أن يكون صحفي حر على الأقل وفق مفهوم الحرية وبالفعل ثبت تحت الضغوطات ويحاول أيضا أن يجمع الجزائريين وأن لا يدخل فيما كما قال الحراك الجزائري ما كان إسلامي ما كان علماني كان عصابة سرق عيناني فتبنى قضي إحسان إلى حد ما هذا المفهوم ما احتفاظه بإيديولوجيته العلمانية اليسارية إلى آخره لكن تبنى أنه ممكن جمع الجزائريين وأن المشكل الرئيسي هو الدولة أو النظام العسكري اللي عنده 60 سنة ويحكم البلاد وأدى إلى الهاوية لما تبنى هذه القضية أزعج النظام طبعا كان كثير من زملاء ما تبنوهاش بل بالعكس يصفقوا للدبابة يعني يقولون هما أيضا يقول رحم الله الدباب صح ما يقولوش رحم الله هما ويقولوا بصيغة أخرى فهو لما اقتنع بهذه الفكرة وحاولوا يقنعوه المخابرات وتحدثت أنا في الموضوع هذا أكثر من مرة قال لهم لا مثلا ما جاء في موضوع رشاد قال لهم رشاد مهمة جدا أنها تكون في الحراك لأنها تمثل جزء من الجزائري لا أحد يعرف كم يمثل في الجزائري يوم في اشتخابات لكن نعرف أن ما نقوله يمثل جزء من الجزائري هو قال له ما ذلك لا قال له موجود في الحراك هذا ضمان أن الحراك هذا يمثل الجميع وضمان أيضا لو يكون في المتنطعين من هنا وهناك إلى آخره قالوا له لا إله ما اقتنعش فأبدأوا تضييقات تضييقات وربما نشاط آخر أيضا وانتقاداته للنظام العسكري كان اكتب أيضا قبل عشرة أيام من اعتقاله أو ما قال مزعج بالنسبة لهم فاعتقلوه لكن رد الفعل الخارجي هذا ما وش علي بالحاج أو ما نيش عارف أنا جيبونا أسماوات اللي رأهم معتقالين أو سامي درنوني أو برغم أنا حتى سامي درنوني ذكرة لكن ذكرة في حدوة ضيقة من قبل في المؤمن المتحدة لا هذا قضي إحسان كاين أولا لأنه إعلامي ثانيا لأنه فرنك وفولي ثالثا لأنه يمثل تجاه معين فالخارج هناك انزعاج وانزعاج كبير والحقيقة أنهم اللي انزعجوا من أجله محقين سواء اتفقنا معهم ولا اختلفنا محقين ولذلك خرجت قائمة من بعض كبار الصحفيين من إيطاليا مثلا من إيطاليا دافيد فاري ديركتور ديبيو من بريطانيا رولا خلف ديركتوريس دالا ريداكسيو دي فيانشل تايمز صحفية كبيرة هذه يعني صراحة كانت كتبت على الجزائر ونعرف أنا من 97 98 99 رولا خلفه هي من أصول لبنانية مسيحية من التونس مالك خندراوي مدير انكفادة انتفادة ربما من لكرين من فرنسا فلان من فرنسا فلان أيضا من إسبانيا من إسبانيا من سلوفاكيا من روسيا من سينيغال من فنلندا من بولندا من القابون من نورفيل إلى آخره 16 اسم من كبار الأسماء في الإعلام العالمي كتبوا وثيقة وعلى رأسهم نوفايا جازيتا هذه المجلة اللي يسمى نوفايا جازيتا اللي يرأسها ديمتري موراتوف وديمتري موراتوف هذا حاصل على جائزة نوبل للسلام هو اللي يرأس هذه المجموعات وانتقدوا بشدة اعتقاله ووضع الليمينات الكربشات في يديه وغلق راديو آم إلى آخره قامت القيامة على الإصابة الآن فاضي حسان روما رحيني يفوتوه في المحاكمة يوم 18 جنويل مرجح جدا أنهم تحت الضغوطات الخارجية سيتم وضعه تحت الرقابة القضاية اللهم إلا إذا مرة أخرى واحد من الجنيرالات المترنقين كما يقولون عندنا بالدارجة واحد من الجنيرالات اللي في الحقيقة لكن ربما يكون فيهم أسوأ من اللي حتى يقولهم لا من طلقوش لكن ها جابوا ضبوطات شديدة هادو مش جزيريين عاديين أو إعلميين عاديين أو محامين أو مناضلين أو لا 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 هاكم انتو وصلوا في رواحكم وستخضعون تحت الضغوط الخارجية تخضعون للأسف نظامي خاط ما عايش مش للأسف نظام ما يحترمش شعبه يقهر شعبه تقول ما لستعشر سنة طالقين عليه الرصاص اليوم يقهر شعبه يقتل قبل أيام نحدثنا أحد الآباء عن كيف قتله ابنه في السجن من جهة بشار داخل السجن قبل أيام يخرج واحد مع أخونا بن حليمة أيضا من اللي اعتقلوهم وقال تم اختصابي يقتصبون الرجال داخل السجون وهكذا سنراكم الآن ماذا ستفعلون وقد فتحتم على انفسكم جبهة أخرى لو جيتم نظام وطني قولوا ما تهتموا ما كونش نظام وطني نظام خائن وفاشل نظام ضد الوطن ضد مصالح الوطن ضد مصالح الشعب اللي لا يعقل أن البلد بهذا الحجم بهذه الامكانيات بهذا الموقع بهذه الثروات الملايين منه يعيشون في فقر وبعضهم يعيش في فقر شديد لا يكاد يجد اللخمة ومرات كنا نقول وراهم الناس يموتوا من الجوع حتى ولت خرج جرائدهم مرات يقول لك أسرة القاوهم ماتوا وحدة القاو الأم مغمى عليها والطفل ماتوا من الجوع باش ولت الناس يقول لك آه صحرة دركة دركة يتوسعت لأن الناس راي تشوف مش راي تاكل الناس من المزاب لكن هم ذباب هم كانوا يكذبون هذه الأشياء إذا سمحتوا حتى يكون بقنا شوية وقت نمضو للموضوع الخارجي ثم نعود لموضوع السفير الفرنسي هذا الكذوب الذي صدق في جزء من قال وفي أجزاء أخرى سنرى العقلية الاستعمارية الاستعلائية تا هؤلاء القوم عندما يجدون هؤلاء الذين يحكموننا كيف يتصرفون قال لهم لازم تعملوا معهم بالقوة هذا النظام ما تعملوش معه بالله هاي عقلية الفرنسيس في المجال الخارجي أحدثت ولا تزال تصريحات الأمير المتمرد كما اسمته بعض الصحافة هاري سمع جبني أحد الكتاب سمعه هاري بن ديانا قال لك أن هذا يكره أباه وأنه يدافع على أم وأنه في الحقيقة ينحاز تماما لأمه التي قتلت قبل 25 سنة في حادث مرور هو وبعض الكثيرين يشكيكون أنه لم يكن حادث مرور يعني هاري نفسه وحتى شقيقه ويليام اللي تعارك معاه وقال أنه دار معاه معركة بالضرب أن هذا ويليام ولي العهد يعني هذا هاري أخرج أشياء عن الملكية في بريطانيا إذا صدق فيها فهي كارثة وإذا لم يصدق فهي كارثة أيضا أخرج أشياء كثيرة جدا واتهم والده واتهم من قبله جده واتهم أعمامه واتهم للناس في البلاط الملكي واتهم شقيقه بأشياء كثيرة جدا مثلا عن والد يقول لك والدي يغير من زوجتي ويغير مني أنا ومن زوجة شقيقي إلى آخر والد الملك المهم هذا هاري دار ضج رحي على المستوى العالمي لا درجة أن هذا الكتاب نتاعو اللي سمه سبير رهو الآن هو وربما قد يكون أكبر ربما قد يكون من أكبر الكتب اللي ما بيعن في التاريخ لكن هذه الأيام رحو أكثر الكتب ما بيعن فرح رقم واحد في الكتب ورهو ترجمة يعني لأنه دار حملة كبيرة رهو ترجمة لحد الآن لأكثر من 30 لغة وبدأت تصدر أعتقد أن اليوم أو أمس صدر النسخ الرسمية حتى في إسبانيا خرجاته بعض الجهات قبل الوقت بشير بحو شوية مال أكثر فهذا في الكتاب لكن الحقيقة أن هذا هاري ليس في الكتاب فقط كان قبل ذلك ودار مع نتفليكس حلقات ولم يترك شيء في الأسرة المالكة كانوا يعتقدون أنه لم يترك شيء لكن عندما خرج الكتاب لقاو أن في أشياء أخرى وهجوم على الصحافة البريطانية خاصة التي تعرف الصحافة السفراء وانقسام هنا في بريطانيا حول هذا الموضوع وإن كان الأغلبية العظمى يعترضون عليه ويعتبرون أن أقل ما يقال عنه أنه أخرج أسرار عائلية وأن هذه لا تليق وكان كان أوروبية تربية صحيحة أو لديه لا تليق لكن الموضوع تطور في بعض جوانبه قد نعود لمرات أخرى لأنه ما زال تفاعلات رهيبة هنا في بريطانيا وفي العالم خاصة الأنجلوساكسوني ولكن عموما في العالم الخارجي لأن بريطانيا بلدارة الحال كانت امبراطورية استعمارية تمتلك ثلث البلدان العالم وبتالي تأثيرها موجود ثم أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر تأثير خرجت هذه الأمور أكثر عندما خرج تعرفوا أن هذا أري قال أنه من بين منجزاته الكبرى أنه كان في هليكوبتر هو طيار طيار تحليكوبتر وأنه خدم في الجيش البريطاني في أفغانستان وأنه قتل العديد قال أنه قتل 25 شخص في الفترة اللي كان يقاتل فيها هناك لم يقل حيدة نوتراليزي مثلا هذه الكلمة اللي تستعمل تأدبا قال قتلت أي أنه يعترف أنه قاتل هذه طبعا أزعجت هنا في بريطانيا الجيش البريطاني وكبار قادة الجيش البريطاني وكبار صانعي الرأي قالوا كيف يقول هذه الكلام نحن كنا في حرب لم يكن هناك ليقتل كان يحارب لكن هو قال قتلت من بين اللي خرج أحد الأشخاص ويسمى عبد الواجد خان وهو أفغاني لما سمع بالأخبار إلى آخره وكان كان هذه القصة تحدى الرجل كان قتلوا له الأسرة أغلبية الأسرة نتاوي إلى آخر معروفة فالمهم خرج وتحدث قال عندما هاجمتهم الطائرات البريطانية في 2013 وأدت إلى مقتل معظم أفراد العائلة بعد عشر سنوات على الحادثة يجلس خان وعمره 52 سنة مع ابن عبد الجليل الوحيد الباقي من المجزرة وكان عمره هذا كان آنذاك كان عمره ثلاث سنوات فيقول الأب وهو يقلب حسب ما جات بعض المصادر الإعلام وهو يقلب صور سبعة أفراد من عائلته وهم زوجته وابنته وخمسة أبناء ذكور يقول يحكي قصة استهدافه يقول خان إن الدبابات البريطانية والقوات الأفغانية السابقة جاءت ظهرا من مدرية سنغين المجاورة وخلال تحركها انفجرت عبوة ناسفة مزروعة على جانبي الطريق وبعدها قامت طائرات بقصف القرية السفلة في مدرية كريشك مما دفع الأهالي للهروب ومعظمهم كانوا أقربائي عندما جلسنا للعشاء سمعنا أزيز الطائرات من جديد وبعد قليل تعرض منزلي للقصف ففقدت زوجتي وأبنائي في لمح البصر وفي الصباح أصدرت القوات البريطانية بيانا قالت فيه إن الأمير هاري أكمل مهمته العسكرية بامتياز بعد تصريحات الأمير هاري بشأن مشاركته في الحرب في أفغانستان يطالب الآن عبدالوجيد خان محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في نتائج عمليات القوات البريطانية بولاية هلماند كما يطالب المملكة المتحدة بالتعويض والاعتذار للأفغان من ذوي الضحايا الذين سقطوا في عمليات العسكرية في الحقيقة طبعا عملية مأسوية جريمة أن يقتل المدنيين جريمة أن يقتل غير المقاتل وغير المحارب أي إن كان الفاعل جريمة أن يقتل المدني في الحرب أو خرج الحرب بدون قرار قضاء عادل جريمة وتدينها يدينها كل العقلاء والمنصفين تدينها شرائع السماء كما شرائع الأرض العادلة جريمة هاري يفتح مجال هنا واسع خاصة أن هذه البلاد ما يشتلك البلاد التي تتغم فيها الأشياء لا فيها ناس وفيها حقوقيين وفيها مناصرين للحق وفيها محامين وفيها صحفيين وفيها صنعراء لا يقبلون الظلم لا يقبلون الظلم هذه حقائق نحن نعيشها معهم ولذلك وجدنا أن في مرات عديدة قام القضاء البريطاني بإنصاف أسر في العراق قتل أهلها أو في أفغانستان اللي ثبتوا أن أسرهم قتلوا خارج القتال لم يكونوا مشاركين في الحرب لم يكونوا مسلحين يقاتلون في هذه القوى حتى وهي قوى استعمارية بل أنه وجدنا قضاة يقدمون تعويضات كبيرة لبعض المعارضين للقذافي اللي سلمتهم المخابرات البريطانية أيام توني بلير سلمتهم للقذافي خطفوهم أو شاركوا في خطفهم مع المخابرات الأمريكية وسلموهم للقذافي تخيلوا القذافي اللي كان يظهر معادل لبريطانيا أو لأمريكا كان يتعامل معهم تحت الطاولة فيما يتعلق بالمعارضين كل هذه الإقطاعيات العربية اللي في المنطقة العربية كلها تتعامل تحت الطاولة لما تجي في القضايا تعمل صالح النظام وصالح كلهم بشكل أو بآخر كاللي يتعاجر بشكل فضيع ولكاللي في حالة هنا أو حالة هناك إذا القضاء البريطاني أنصف بعض المعارضين وأنا نعرف بعضهم منهم واحد كان مع عرفة وخاصة اشتهر أيام العيطاح بالقذافي يسمى بالحاج وأيضا واحد آخر كان صديقه وزميله يسمى سامي شيخ سامي وآخرين عوضهم بملايين الجنيهات بالمناسبة ملايين الجنيهات لما أثبتوا أن اعتقالهم وتسليمهم كان ظالما فهاري إذن يفتح هاري بن ديانا كما سمه هذا الفاضل يفتح على بريطانيا الرسمية وعلى العائلة الملكية بشكل خاص يفتح عليهم كل جنون الأرض وهذا يساهم في ضعاف الملكية طبعا هنا الملكية مش متفق حولها وإن كان في الفترة الأخيرة خاصة مع ما قام بالملكة وجدت وفاة الملكة إلى آخره فكان هناك تعاطف كبير مع الملكية في فترة موت ديانا من قسم شعب بريطاني كان هناك عدد هائل نظن في فترة معينة فاتوا خمسين بالمئة قالوا خلونا نتخلصوا من الملكية هذه مع أن الملكية هنا لا تحكم بالمناسبة لا يحكمون الملكية هنا هي بروتوكولات هي السياحية لأشياء لكن لا يحكمون نهائيا بل لا يستطيعون حتى الإدلاع بأي تصريح سياسي بدون موافقة الحكومة تخيلوا الملك هذا اللي الآن هنا ببريطانيا لا يستطيع أن يدلي بتصريح أو أن يسافر إلى بلد خارج بريطانيا بدون موافقة الحكومة عجيبا بالمقلوب إحنا في بعض بلداننا كل شيء يجب أن يمرع الملك أو الأمير أو السلطان أو الرئيس كل شيء كل شيء هما هنا الملك وأبناء الملك وكل واحد عنده طريق يجب أن يتبحى والموافقة في النهاية للحكومة المنتخبة أي الدولة المدنية تستطيع أن تقول في بريطانيا أشياء كثيرة وتنتقدها لكن في قضايا الحكم ما يلعبوش في قضايا الشفافية ما يلعبوش في قضايا حكم الشعب ما يلعبوش بالرغم من تدخلات اللوبيات ومعروف يعني وقبل أن نخرج في بريطانيا هذه 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 رح أدد شوية إزعاج للسكتمبرية رح أدد شوية إزعاج للسكتمبرية وأنا نفضل تسمية السكتمبرية على أي تسمية أخرى حتى البنديسية ما نحبش بربما مكلة نستعملها في المستقبل استعملوا كلمة السكتمبرية لأنها في خداع حتى النوفمبرية ما نقولوهاش لأن نوفمبر هو لنا والإحرار البلاد نوفمبر هذا دفع مئات الألف فقط من ربع وخمسين فما فوق مئات الألف دفعوا حياتهم من أجل الحرية وكثيرين آمنوا بثورة نوفمبر وبالفعل ماتوا من أجل تحرير الوطن وتحرير الشعب فاللي رح نقولها رح تسعج شوية وتسعج خاصة واحد القوم يعني أعلنت الخطوط الجوية البريطانية مؤخرا عن تصميم جديد لزي طاقمها الموحد أما الجديد في التصميم أو على التصميم فهو الحجاب والسطرة الطويلة التي قد تصل للركبة ويعتبر لباس طاقم الضيافة في الطائرة من أهم العناصر التسويق هذه كما جاء في إحدى المواقع من عناصر التسويق لشركات الطيارة لأنه الهوية البصرية للمؤسسة ومؤخرا إذن أعلنت الخطوط الجوية بريش أيرويز عن تصميم جديد لزي طاقمها الموحد بعد عشرين عام من التصميم السابق ويناسب التصميم الجديد ينتمنى على المساعدة أن يبعث لي صورة للمساعدة لأفضل من نضيع الوقت في البحث عنها للصورة للحجاب لأوتس دولار مضيفة طيران بالحجاب وين؟ في بريطانيا وليدرتها شركة بريطانية بالمناسبة يعني شركة خاصة هذه لكنها شركة كانت سابقا هي شركة حكومية لكن في الخوصص أصبحت شركة خاصة لكن هي أهم شركة في البلاد بريتش أرويز وأهم شركة من شركة العالم في عالم طيران لماذا؟ في بريطانيا مرات بعض الناس يكتبوا لي رق في بلد الكفر رق في دولة الكفر دعونا نسلم ذلك جدلا أو نسلم ذلك حتى دون جدلا لماذا؟ في هذه البلاد ممكن أن تلبس مضيفة الطيران والشركة تسمح لمضيفة طيران أن تلبس الحجاب ولا يسمح بذلك في بلدان تقول عن نفسها إسلامية ومسلمة لماذا؟ لماذا لماذا؟ لماذا لماذا الحرية مسموحة لما لا تلبس لكن اللي يجي تلبس الحجاب ممنوعة؟ لماذا؟ لماذا ما عندناش شرطيات بالحجاب؟ لماذا؟ في بريطانيا كين شرطيات بالحجاب؟ كين دركيات بالحجاب؟ ما عندنه مش درك لكن عندن حاجة هكذا نتعب قلنا نسموها تاع الحدود مثلا تاع شرطة الحدود بالحجاب قاضية بالحجاب طبيبة بالحجاب مؤخرا نظن كين برلمانية أو في برلمانية أو بالحجاب لماذا في بلد مثل بلدنا جزائر وكين كثير من البلدان كمال جزائر يقولوا أنهم مسلمين وأنهم لماذا لا تتركون تركتوا التعري علاش ما تخلوش اللي تحب تلتزم بلباس محتشم أو بلباس طراه أنه من الدين لماذا؟ عقلية فرنسيس الحجاب مشكلة في فرنسا هذا اللي يتكلموا وعلى الوطنية وعلى الإسلام ويجيب لك والحاديث والديد لا يستطيع خاصة العائمة السي سي بي والمداخلة ما يقدروش يسألوا الحاكم تابون أو الجنرالات نحن عارفين هما علاش ما عندناش وتاس دولار تلبس الحجاب أخويا علاش ما عندناش شرطية تلبس الحجاب علامة ما عندناش عسكرية تلبس الحجاب فروح شوف في إسرائيل علامة ما عندناش الإنسان يقدر يكون بلحيته يكون شرطي أو دركي طبعاً كاين بعض الناس تقولها لما كذاك اللي قلت كفرت روحوا شوفوا في إسرائيل بل روحوا شوفوا حتى في فرنسا و يدروا اللحياء بعد ما ولت اللحياء بعد ما ولت اللحياء لاموت لماذا هذا يا كراكم تقولوا يعني إذا أصبح المسلم يطالب بالمساواة بالعلمانية أصبح المسلم يطالب سوونا بالتعري ركم السابحين بالتعري يسمحونا لنساءنا أو نساء تقول يسمحونا باش نلبسوا الحجاب في هنا للعسف لكن هذه القضايا لا مقبول لا تناقش المداخل السفهاء يجي يقولك ولي الأمر ما تقدرش تناقشوا وقائمة السي سي بي ما يقدروش يطلع برك يطلع فقط للمنبر ويجلد الناس ونسائكم في الأسواق ونسائكم في على ما تقولش ونسائكم لا تسمح لهم العصابات باللباس المحتشم أو بالحجاب لماذا؟ ما يقدرش لأنه ما راهوش ثم باش يقول كلمة الحق راهو ثم باش يقول كلمة التي لا تزعج الحاكم لرئيس رفلو في الصلاة السي سي بي راهو يعرف ويقرى زائما وفي السماء رزقكم وما تعدوا ويقرى أيضا ويجعلون رزقهم أنهم يكذبون يقراها ويفتيلك بصح لما يجي باش ينطق بالحق يخص خوفا على مصلحة على مال على سكن عاطين هولو وكثيرين منهم عاطين لهم عايشين بالكفاف عايشين هذيك ربع ملايين ونص ولا خمس ملايين ولا كاين حتى اللي أقل يعني جيس جيس إلى يشري الرقابة يلتع الجاج ولا جنيحات الجاج يديرهم شوية كده يشم ريحة ريحة الدجاج تكلموش على الحم وعلى السماك عايشين على الكفاف بسح مش قادر يقول كلمة حق مش قادر أصبح أسير أصبح جبان أصبح خائف نخاف لما يبقناش وقت خلوا موضوع البرازيل خلينا نروحوا للموضوع الروسي الأوكراني اللي هو أخطر وأهم وإن كان موضوع البرازيل أيضا هذا بالحقيقة عنده تأثيرات وهمنا أيضا باعتبار التغيرات والأحداث الهائلة لأن البرازيل مش بلد صغير يعني ما نش تكلمو على سينيغال أو نتكلمو حتى على الفيتنام ولا نتكلمو على سادس مساحة نظن في العالم وربما من الدول العشرين مش ربما أكيد البرازيل من الدول العشرين أكبر اقتصاديا في العالم وعدد هائل من السكان وهي الأكبر في جنوب أمريكا أو في أمريكا الجنوبية سكانا ومساحة بل أنها هي رئة العالم رئة العالم وصراع قوي وقوي جدا وانقسام هائل داخل برازيل إلى درجة الانتخابات الأخيرة الرئيس دي سيلفا وهو يساري جاب خمسين فاصل ثمانية والآخر بولانسيرو هذا بولانسيرو جاب تسعة وربعين فاصل ثنين يعني بناتهم قضية بسيطة يعني نسبة بسيطة أقل من واحد في المئة فاز بها دي سيلفا وشفنا كيف كان هناك محاولة انقلابية قاموا بها مناصري هذا بولانسيرو اللي هو بالمناسبة من أصول حتى كما تشوفوا الاسم انتها من أصول إيطالية يعني راح نرجع لهذا الموضوع ربما في أحدى اللايبات القادمة لكن خلنا نعاود باختصار إلى موضوع روسيا لأنه فاتت تقريبا ثلاث لايبات وما كانش عندي فيها الوقت من بين التطورات لعلكم كنت تتابعتوها وعندما قبل أيام كانت أعلنت أوكرانيا عن مقتل أكثر من 400 جندي روسي في ضربة شديدة جدا في البداية كان هناك نافي روسي ثم جاءوا قالوا لا فيه مقتل 63 ثم قالوا لا المقتل أنهم 89 إلى آخره وبروا ذلك بأن الجنود لم يلتزموا بالقرارات التي تمنحهم من حمل التليفون ولكن الشيء العجيب هو أنه بعد ثلث أيام أو ربع أيام من ذلك الواقع التي أحدثت ضجرة هيبا خرجت الأخبار أول أمس في روسيا لتقول أن روسيا قامت بقتل 600 أوكراني حتى أكثر من 400 وقالوا أن هذه ضربة ترد على المقتل الـ 89 روسي هم يعترفون 89 فقط الأوكران نافه ذلك قالوا هذا لم يحدث وقالوا أن القصف الروسي كان عادياً وأنهم لم يقتلوا لا 600 ولا 400 ولا 200 ولا حتى 50 أن إنما كانوا بضعة أشخاص في أماكن متفرقة كان هناك قصف وقتلوا كالعادة لكن الروس سارعوا إلى ذلك لأنهم شعروا أن هناك غضب يتصعد ولأن الـ البروباغاندا الروسية لا تليس لها حدود فبدل مثلاً ما يقول قتلنا 200 فممكن تكون أقرب للتصديق 150 لا قتلنا أكثر من اللي قتلونا وزدنا عليهم إذا أخذنا بالرواية الأوكرانية قتلونا 400 احنا قتلنا 600 وإذا أخذنا بالرواية الروسية قتلونا 89 احنا قتلنا 600 يعني ولذلك كثيرين من المعلقين واللي كتبوا قالوا هذا تشعر أنها بروباغاندا ليس لها قيمة يعني لأنه كان من الأحسن هي الحرب كلها فيها بروباغاندا الأوكران أيضاً يكذبون لكن في الحروب ولذلك قيل أن الحقيقة هي أول ضحايا أول ضحايا الحرب هي الحقيقة لكن كأن هناك نوع من نوع كأن هناك كذب يستطيع أن يمر في حدود معينة وإن كان الكذب كله سيء لكن يستطيع لكن كأن هناك كذب تجي هما قتلونا 400 تجي بعد يومين تقول لنا قتلت 600 ما قتلتهمش منذ بداية الحرب لم تعلن عن مقتل أكثر من 100 ولا 200 شخص يوم واحد وتجي بعد برك الضربة الإدارية خلاص القيت وقتلتهم وجمعوا لك 600 وعطاهم لكي قتلوهم أحكو قصة أخرى هاي المشكلة البروباغاندا الروسية العصابة عندنا تأخذ عن البروباغاندا الروسية تربية روسية في البروباغاندا لو قال هناك السفير هذا اللي نطق لكن ما لم يقوله هو أنهم أيضا تربية فرنسية لأن المخابرات الإرهابية هذه ضربوها الروس ضربوها الفرنسيس ضربوها الأوروبيين بعض الأوروبيين إلى آخره إذن أعلنوا في روسيا أن قتل 600 جندي وإوكراني ومئة وثلاثين من المرتزقة خلاف 600 من المرتزقة الأجانب وهنا مرة طرح السؤال أيضا كيفاش عرفتهم أجانب تقدر قال والله الحساب ممكن تقريبي ممكن لكن كيفاش عرفتهم أجانب وهما لابسين لباس الجيش الروسي هذا أيضا من البروباغاندا ولذلك البروباغاندا نتاعى عن الروس وعموًا البروباغاندا التي تكون كاذبة جدًا في البداية تمر على أكبر عدد ممكن من الناس مع الأيام تبدأ تنخفض يبدأ المصدقين بالبروباغاندا هذه تنخفض 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 إلى درجة أن ينقلبوا الناس عليهم لأن البروباغاندا الروسية كانت تقول أنهم سيصلوا لكييف في ما بين ثلث أيام وسبع أيام وسيحتلون كييف إلى درجة أن في بلدان أوروبية صدقت بذلك وطلبت من الرئيس الأوكراني أن يلجأ إليها وإلى درجة الأوروبيين في البداية في الأسبوع الأولى ثلاثة أسبوع أربعة أسبوع لم يقدموا إلا دعم محدود الألمان قالوا نعطوكم خمس ألف خوذة كاسك لأنهم كانوا يقولوا الجيش الأوكراني ليس سيشد أمام الجيش الروسي شد الجيش الأوكراني أمام الروسي ولم يحتل الروس لكييف ولم يطيحوا بنظام الحكم القائم أكثر من ذلك فقدوا الآلاف في كييف وما جورها أكثر من ذلك فقدوا الأراضي اللي احتلوها في الأسابيع الأولى أكثر من ذلك منذ جويلية الماضي وهم يخسرون الأراضي فقط هذا الأسبوع قالوا أنهم استولوا على بلدية أو اثنين من ناحية بخموت يعني بضعة كيلومترات علش علش بدت كثيرين بعض الناس اللي كانوا عرضوني في البداية وقالوني راكموا نحازوا للأوكرانيا وللغرب قلت لهم راكم مخطئين العاقل لا ينحاز لا للروس ولا للغرب ولا للصين ولا لي غيره ينحاز للحق هذا أولا ثانيا هناك معطيات لمن يعرف من عنده خبرة ومن عنده يراها على الأرض وهناك نتائج بالنسبة للغرب خسارة أوكرانيا هي كارثة عليهم في أوروبا يعني روسيا يلدت أوكرانيا زي تدي بولندا وتدي بردان البلطيق وتدي رومانيا وتدي بمعنى أن أوروبا اللي توسعت وكبرت والاتحاد الأوروبي تصبح تحت الهيمنة الروسية فلن يقبلوا بذلك والأمريكيين لن يقبلوا بذلك لأنهم الإمبراطورية العليا والأولى في العالم وإذا سمحوا بالتحدي الروسي فالصيني سيكون أبشع فهناك مجموعة أشياء تجعل هذه الحرب وجودية بالنسبة للغرب أيضا أو بالنسبة لجزء من البلدان الغربية على الأقل ومن ثم اتفقوا لن يسمحوا لبوتين تعرفوا أن الألمان اللي كانوا هما والإيطاليين والفرنسيس هذة ثلاث دول خاصة كانت مترددة جدا في دعم الأوكران بل إن إذا صدقنا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق فإن الألمان قالها قبل شهر قال لك الألمان قالوا هم خلونا من أوكراني خلي الروس يدوها وإذا لازم الأمر تقسيمها جزء شرقي يده الروس وجزء غربي يستقل وخلاص الألمان نفعوا هذا الكلام لكن أنا لا أستبعد صراحة لأن كل التصرفات الألمان ما عاد أنها جاتهم فرصة لإعادة بناء جيشهم وإعادة مئات الملايير من الدولارات واليروات في السنوات الخمسة القادمة وإعادة بناء السلاح الألماني وهو سلاح معروفاً أنه كان مرعباً السلاح الألماني كان هو أقوى سلاح في الحرب العالمية الثانية لولا أن الأمريكان فيما بعد تدخلوا بشدة وبقوة وأنتجوا أسلحة أيضاً لا تقلوا تطوراً لكن في أوروبا هيتلر سحقهم في بضعة أشهر تدخل باريس بدون بالتصفيق إذن ألمانيا استفادت من هذا النحي لكن كانت مترددة جداً في دعم الأوكران اليوم وزيرة الخارجية الألمانية موجودة على خطوط التماس في خاركيب وين يتحاربوا ومن هناك أدلت بتصريحات وآدانت روسيا بشدة وصرحوا قبل أيام قالوا بأنهم سيقدمون دبابات ألمانية متطورة للأوكران ولما اسمعهم لفرنسيس قالوا فرنسا أيضاً راح ماكرون قال سنقدم نحن أيضاً دبابات الآن ولو تنافسوا والبريطانيين قالوا نحن أيضاً سنقدم دبابات وهذا كان ممنوع في البداية على الأوكران كانوا خايفين يقدمونهم دبابات إجل الروس يدوها الآن راهم فاهمين أن روسيا خسرت الحرب استراتيجياً ما زال لم تخسرها عسكرياً لكن خسرتها استراتيجياً وبالتالي أي استثمار الآن في أوكرانيا راح يجيب لهم مصالح كبرى ألمانيا لماذا تسارع الآن؟ يعني بعد أشهر أنا قناعتي أن هذه الحرب ستنتهي قبل نهاية العام سيبدأ الحديث على بناء أوكرانيا وبناء أوكرانيا سيكون مش عشرات المليارات من الدولارات وربما مش حتى مئات ربما قد يكون آلاف المليارات من الدولار دعنا نقوله يكون أكثر من ألف مليار دولار اللي يساهموا الآن في المجهود الحربي واللي يظهروا حماسهم راح يأخذوا عقود كبرى ولذلك الألمان بدأوا يقولوا لا لا نحن الآن لازم نظهروا الحماس أوكرانيا راح في النهاية لن تنهزم إذا ما انتصرش لن تنهزم سيعاد بناء أوكرانيا والشركات الألمانية طبعا ستحتاج لكثير من العقود وخاصة أن ألمانيا تضررت من قطع الغاز والبترول الرخيص اللي كان يأتي من روسيا فرنسا أيضا التحقق بالقوم وإيطاليا أيضا بدأت تتحدث على إرسال دبابات تخيلوا كل هذا ثلاث دول خاصة ثلاثة هذه اللي كانت متحفظة جدا على دام أوكرانيا والألمان والروس والألمان والفرنسيس والإيطاليين كانوا يضغطون على البريطانيين والأمريكيين ولولا النفوذ الأمريكي القوي لا ربما قالوا الأوكرانيا أخلاص عموا بحرككم مع الروس تبراسكم وتفهموا معهم أنتم أخاوة وكلكم أرثوذوكس وكلكم من نفس النوعية ومن نفس الطينة ومن نفس الراس روحوا تفهموا معهم فالأمور إذن لا تجري كما يجب أمام بوتين الآن استخدام السلاح النووي وهذا له تبعات هائلة وحلفاء وخاصة الصينيين قالوا له هذا خط أحمر قالوا نحن ممكن نتعاون في بعض المجالات الاقتصادية ليس العسكرية ولكن إذا ذهبت إلى السلاح النووي نحن لن نذهب معك وسنخفف طبعا بوتين لا يستطيع الآن أن يستغني عن الدعم الصيني في بعض المجالات الاقتصادية لأنه محاصر اقتصادي من طرف الغرب حاصروه بشدة والاقتصاد الروسي يتأثر الآن خاصة المعتمد على التكنولوجيا الغربية وأهم ما هو مؤتمد على التكنولوجيا الغربية هو السلاح كنت نقرأ في مقال قبل يومين مش عندي هنا أربما نجيبوكم مرة قادمة من صحيفة أزفيستيا وهي صحيفة روسية قالت أن روسيا لن تستطيع تصدر في روسيا قالت أن روسيا لن تستطيع أن تصنع كثير من الأسلحة التي كانت تصنحها لأن مكوناتها جزء منه الرئيسي خاصة التكنولوجيا المتقدمة جدا كانت تأتي من الغرب آه نعم سنصنع بعض الأسلحة التي كنا من وقت الاتحاد السوفياتي إلى آخره لكن بعض الأنواع من الأسلحة المتطورة جدا لن نستطيع وقالت هذه الجريدة ويستطيع الناس أن يعودوا لها ويقاوها موقع أزفيستيا صحيفة هي مشهورة قالت أنها لن تستطيع أن تبيع سلاح كثير كما كانت تبيعها وهنا نرجع للعصابة عندنا ومشاكل عندما تكون سلاح كله تقريبا من بلد واحد هو روسيا 85% من السلاح إذا سمحتوا توقفوا هنا في هذا الموضوع حتى يبقى لنا شوية وقت للحديث أيضا على ما أدل به السفير الفرنسي السابق راح نكون مختصر اليوم لماذا لين تحدثت فيه شوية البارح معكم في اللايف وتحدثت فيه أيضا قبل ذلك على قناة الحوار فما قلت على قناة الحوار مع ما قلت البارح مع ما سأقوله اليوم هو تقريبا رأيي ربما نعود نجو مرة أخرى لكن هو رأيي في الموضوع لماذا لماذا يأتي هذا الموضوع مهم؟ إن شاء الله إن شاء الله برك ما ننساش موضوع آخر ولا خلي نقوله الآن بش ما ننساش قال كتابون راه ورايح قبل ما نروح لموضوع السابق قال كتابون راه ورايح راه ورايح يدشن الساد اللي في براقي وين قتل بالمناسبة وين قتل هذا الشاب الوحيد لأمه الياس اللي قتل شرطي اليوم في براقي ونظن نسموه حتى الساد سموه ننس المنديلا راه ورايح على أساس كان الشان هذي اللي هي بطولة إفريقية للفرق الوطنية اللي يلعبو في البطولة الوطنية لكل بلد يسموها الشان واللي راح تبدأ نظن هذا الخميس اخواننا في اللي راح نشوفوا راح نبراقي اخواننا في العاصمة برج الراح في الحراش في القصبة في باب الواد في الحمامات في رئيس حميدو في حيدرة في بوزريعة في بن عكنون في لبيان باب جديد في كل مكان في العاصمة بيلكور في كل مكان في الوزداد روحوا له وارفعوا له تبونه مزور جابوه العسكر مكاشة الشرعية الشعب تحرر هو اللي يقرر الدولة مدنية ليستطيع أن يدخل باندرول ولا يدخلها إلا كان فيه إشكال تعلي باندرول والله هو مكاش اللي يقدر يقطع لك لسانك في لحظة معينة خرجوا هذه الشعارات هم مضطرين نحن فوتوها في تليفيزيون فانتوما يا إما هكذا تخرج شعارات الحرك وتخرج في قنواتهم والقنوات العالمية اللي راح تنقل خاصة الإفريقية اللي راح تنقل هذا الموضوع الإفريقية مش عالمية ويكونوا مضطرين وفي الحالة هذه يكون مضطرة أنه يا إما يروح وترفع الشعارات في وجهه يا إما ما يروحش كما صرى السيسي في 2019 عندما قلنا لإخواننا هناك اللي راحوا وكانت لكوب دافريك ما بين في النهائي وكانت في القاهرة قلنا لهم نرفعوا شعار السيسي عدو الله تعرفوا أن السيسي لم يحضر تسليم الكأس الإفريقية كانت في القاهرة ولم يحضرها خوفاً من أن ترفع شعارات السيسي عدو الله لأن الجزائرين كانوا تحدثوا عليها والجزائرين كانوا أول من رفع السيسي عدو الله في الحركة فمن هنا أيضاً نقول لإخواننا اللي راح ندخلوا الستاد جيبونهم الشعارات جيبونهم تببون مزور جيبونهم خابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية وشعارات الحركة كنت تعرفوها هذي برك باش ما ننساش عودة إلى كزابي دريان كورتس أو السفير الفرنسي السابق قلنا عودة نشوف واش قال نقلاً عن جارية القدس اللي نقلة أو ترجمة النص قلنا نروحوا شوية فيه في بعض النقاط إذن ذكر دريان كورت جميع المراقبين الموضوعيين يلاحظون أنه منذ عام 2020 ربما بعد أسابيع قليلة من الأمل أظهر النظام الجزائري وجهه الحقيقي فهو حسبه نظام عسكري مدرب على أساليب الاتحاد الصوفيات السابق بواجهة مدنية فاسدة مثل سابقه الذي أسقطه الحراك مهوس بالحفاظ على امتيازاته وريعها وغير مبالي بمحنة الشعب الجزائر هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ فيه جزء كبير صحيح طبعاً نروح أول في البداية نقول من وجهة نظري ما هو وافق على ما نراه صحيح وما لا أراه صحيح ثم نعلق على الموضوع في نقاط محددة هل هنا تقام على الحرك؟ هنا تقام على الحرك ألاف تقلوا منهم ما زالوا مئات في السجون أو تحت رقابة القضائية؟ صحيح أحكام قاسية؟ صحيح وصلت إلى أن صدرت أحكام بالإعلام وأحكام عشرين سنة وأحكام أخرى هناك تغول ضد الحرك كيف؟ خنق للصفحات في فيسبوك كيف؟ شيراء للذمام كاينة كي يبعوا ذمامهم كي يخافوا كي يجبنوا كي يبتعدوا كي يحربوا كي يحربوا كي يهربوا كي يماتوا وصلوا إلى أن سيدة مثل فتحة داودي سيدة الفاضلة خمسة وستين سنة تتعرض لتعذيب شديد ونساء السجون ونوع من تربب على الشعب الجزائري هذا صحيح إذن لم يخطأ دعونا نكون منصفين لكي ينتقدوه ونحن نعتبر أنها جريمة الأكبر أو خطأ الأكبر هذا السفير يكون الناس يقول لك آه هذو ناس منصفين هل هو نظام عسكري؟ ما نحتاجوش للسفير الفرنسي يقول هنه تبونه مزور جابوه العسكر ستين سنة نظام عسكري الشعب خرجوا قال هل هم جنيرالا بوبيل حتى قال شعرات الشعب جنيرالا بوبيل وجزيرة دي الاستقلال إذن لم يقدم لنا شيء هذا السفير كي يقول هذا الكلام لينا إحنا لم يقدم لنا جديد ماذا أيضا؟ مدرب على أسانيب الاتحاد الصوفيتي السابق صحيح على درب الكي جي بي لكن ليس فقط على الكي جي بي اللي مهنة ما قال هاش السافير أنه أيضا مثلا جا درمي ينتعنا وين يدربوا؟ درك هذه من الستينات من أيام صاحبهم اللي كانت الناس تعتقد أنه بالفعل معادي لفرنسا وإلى آخره كل الدرك الوطني الجزائري ما زال في الستين سنة هذه يدرب عن الفرنسيس خاصة الضباط الكبار طبعا نحكي الضباط الكبار أساسا صغار ما يبعثوهمش حتى حتى التونس ما يبعثوهمش أنا بدون لي فريد ميسيا إذن درك يدرب هناك عناصر مخابرات ضربت هناك وروحوا سقسوا خبال كبار من إفبوني إلى ماركياني إلى كبار مسؤولي المخابرات الفرنسية في التسعينات يحكو لكم وقرأوا في المذكيرات وتشوفوا ويقولوا على اسماعيل العماري وعلى توفيق وعلى هؤلاء تسمعوا العجب على التعاون ما بين المخابرات ما بين ديراس وما بين المخابرات الفرنسية وأنا أقول حتى أكثر من المخابرات الروسية إذن ما لم يقوله السفير في هذا المقطع هو أنه أبعد مخابرات بلاده ولماذا؟ لأنه هو كان يشارك فيها وكان سفير سفير لما يكون إنسان سفير في بلاد أشياء كثيرة تمر عليه هناك أكثر الأشياء في العلاقات تمر على السفير إلا مش كلها هل هي واجهة مدنية فاسدة؟ لا شك في ذلك هل نحتاج السفير هذا يقول لنا؟ لا نعرفها وقلناها واللي يتابعونا واللي خاوتنا يستطيعون مثلا فيما يخصني أنا ومنذ 28 سنة تقريبا الآن وأنا أقولها واجهة مدنية مش فاسدة مفسدة في فرق ما بين تكون فاسد ومفسد الفاسد يرجى صلاحه المفسد إن الله لا يسلح عمل المفسدين هل يعيش بالامتيازات وبالريع؟ هذا لا شك فيه غير مبالي بمحنة الشعب طبيعي شوف أحوال الجزائريين هم يشوفوا الجزائريين اللي يهم يهربوا عندهم حراقة أو يروحوا يداووا أو محظوظين بالصح كبار القوم يروحوا بالباسبورت ديبلوماسي ويروحوا لأفضل مستشفيات الفرنسية وأفضل فنادق الفرنسية وشاريين شقق هناك وكاي اللي شاريين فنادق وكاي اللي شاريين أراضي وعندهم شركات إلى آخره في الوقت اللي كانت سكتمبرية تكذب على الجزائريين أيام القايد صالح كانوا أبناء القايد صالح يطلبون في الجنسية في فرنسا كانت بنت القايد صالح ونسيبوا عين نسيبوا طبيب عينوا في السفارة وش جاب طبيب للسفارة الجزائري في باريس؟ باش بنتوز نسيبوا ونسيبوا إلى الفرنسا كانت زوجة القايد صالح تجري في عملية جراحية هناك بعد القايد صالح هل لو سكتمبرين؟ لا أسوأ شينغريحة شافيق شينغريحة تكلمنا عنه عدة مرات وين موجود؟ في باريس كمسؤول في المخابرات وكطالب كتلميذ كطالب يدير في الماجيستير فاشل وين رحوا يحوسوا؟ يرحوا إلى فرنسا نساؤهم حساباتهم بنوكهم الأملاك اللي نهبوها في فرنسا من؟ كبار القوم اللي هم موجودين اليوم أرجعوا لجرائدهم في 2017 قالك أكثر من خمسين ألف مسؤول جزائري يحملون الجنسية الفرنسية وين راحوا هذا الخمسين ألف؟ جزء صغير في السجون وجزء صغير راح تقعد والكثيرين ما زالوا في مناصبهم الحقيقة أن النظام الجزائري عنده شيزوفرينيا في الموضوع هذا الشعب يعطيه خطاب وكأنه خطاب معادل فرنسا ومش دائما بالمناسبة سوف نشوفه تببوها واقع آخر مغاير تماما دليل؟ ها ها وبعث لي المساعد برك باش من نسوش ها هو اللباس المضيفات اللي راح يكون في في البريتش ايرويز الجزائري اللي يولي وروحوا للبريتش ايرويز للجزائر يولي ويلقاوا مثل هذا طبعا يلقاوا مثل هذه اللي قبلها هذه هذا معروف غريف الأمر فقط أنه قالوا أنه اللباس هاد المرة أصبح طويل يصل إلى ما تحت الركبة عكس ما كان من قبل شعارف هذي بريتش ايرويز رايقريب الآن ربما تتهم بأنها تحب تولي إسلاموية يعني دعونا نشوف ولا قبل ما رحوا لتبون دعونا نكمل شوية مع السفير في النقطة الثانية يبدو أني تحركت وضعت الملف في مكاننا ما زال هنا يضيف واعتبر نجاح كوفيد ثم الحرب على أوكرانيا سمحتها للنظام ببدء التطهير السياسي إذ كممت حسبها أفوال الصحفيين واعتقلوا أو حرموا من جوازات صفرهم كما غلقت صحف مثل ليبيرتي ووضعت الوطن تحت الويصاية وفي الأيام الأخيرة أتت دور على راديو آم الذي اعتقل مديره إحسان القاضي ثم موقع الجيري بارت لاتهامه بتلقي أموال من الخارج لنشر أخبار كاذبة من أجزة عزعة استقرار البلاد علاوة على ذلك تم حل جمعيات مثل كاريتاس التي أسستها الكنيسة قبل 62 واتهم البعض الآخر بتلقي أموال من الخارج وأبرز دريان كورن الخطاب المناهض للفرنسيين الذي كان انتهازيا وأحيانا ساذجا في عهد بوتفليقة هو اليوم في صلب النظام في عهد عبد المجيد تبون والذي تكمن قوته في جعل العالم يعتقد أن الجزائر ربما ليست ديمقراطية على النمط الغربي لكنها تتحرك وفقا لوسائلها الخاصة نحو نظام استبداده قليلا وبوليسي بشكل لطيف ولكن دون أن يكون ديكتاتوري عن الإطلاق وذهب السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر أن بلاده تغض البصر عن الواقع الجزائري عن قصد أو انتهازية وعمى إذ يتم في باريس التظاهر هذا اللي حيهمنا في المقطع هذا خاصة إذ يتم في باريس التظاهر بالاعتقاد أن السلطة الجزائرية شرعية إن لم تكن ديمقراطية وأن الخطاب المعادل الفرنسيين شر ضروري ولكنه عابر وأن الديمقراطية هي تدريب يستغرق وقتا بينما هذا العمل الفرنسي حسبه هو خطأ تاريخي نوضع الصحفيين إلى آخرين متعرفوها مكلا نعودوها وهذا صحيح أيضا لكن اللي حيهمنا أكثر هو انتقاده انتقاده لصنع القرار وصنع السياسة الفرنسية الجزائرية الآن في فرنسا طبعا اللي صنعها هو ماكرو الإليزي لأن الإليزي وهذا معروف على مستوى كبير وحتى كانت تحدثت عليه الصحاب الفرنسية قالوا أن الملف الجزائري قالوا لهم ماكرو أن هذا مشتعة الخارجية الفرنسية ولا الداخلية ولا في المكتب الرئيس علاش في مكتب الرئيس لماذا؟ مش هذا ماكرو اللي هاجم النظام في سبتمبر في واحد أكتوبر خرج في جارة الموند في اثنين أكتوبر هو كان الهجوم في ثلاثين سبتمبر 2021 بالتاريخ وقال أن هذا هاجمنا كجزائري وقال أن هذا ما معناه أن الأمة الجزائري لم توجد إلا بعد الاستعمار في كذبة تاريخية كبرى ثم هاجم النظام وقال هذا نظام مدني عسكري متعب أتعبه الحراك وأن تبون عالق فيه إلى آخره أليس هو هذا ماكرو اللي قال هذا الكلام؟ هو لماذا ين إذن لما قال ماكرو هذا وشن هذا الهجوم على النظام لماذا بعدها بأشهر قليلة نلقى هذه الخطابات قبلها أيضا كان لكن الأخطر هو بعد مش قبل الأخطر هو بعد حول ليبيا وحول العلاقات الثنائية وأمور أخرى كذلك تحدثنا بشأنها في برلين بشكل هادئ مطمئن أظن أنه مع رئيس ماكرو يمكن أن ننضي قدما ونحقق أشواطا منها التقدم لاسما فيما تعلق بإشكالية الذاكرة هو فيما تعلق بهذه القضية هو نزيه ويود أن تكون الأوضاع هادئة بالطبع هو يود أن يخدم بلدها فرنسا وهذا طبيعي هذا كان قبل هذا كان ليلة الخمسة جويليا 2020 إذا كنت تذكرين خير تابون ليلة خمسة الاستقلال لكي يعطيه لقاء لفرنس فاندكات وبالفرنسية هذا كان قبل لكن هذا لم يشفع لي تابون لأنه من بعد سمعنا الهجوم في 2021 مع ماكرو ما كان الرد مع تابون بعدها بشوية نحن بيناتنا توافق كامل تقريباً ونحن أصدقاء وسنعمل وسنعمل لدرجة أنه التلفزيون كل سمانة عشر أيام الرئيس تابونية تلقى مكالمة ماكرون الرئيس تابونية تلقى وكأنه مكالمة من السماء وفي اللقاء الأخير معلو فيقارو ما دح ماكرون بل رح يقول لهم بللي شعب جزائري قاعد قريباً يتكلم فرنسوية قال لهم لما خرجت فرنسا كنا تسعة ملايين كان فقط تسعمائة تلف يتكلموا الفرنسوية فقط عشرة بالمئة من الجزائريين أو يتقنوا الفرنسية باش تبيع عبارة ذاق لكن الآن رأنا سبعة وشرين مليون يتقن الفرنسية من الخمسة وربعين مليون في كذبة كبرى أيضاً كذب تبون التي لا تتوقف إذن ما عندوش إشكال هنا أنا أختلف مع بعض إخوانا بعض إخوانا كاي اللي قال لك بللي هذا فيه توافق وأن السفير هذا باعتباره سافير سابق إلى آخره أنه ربما هي ربما هذه ربما لكن أنا أميل إلى رأي آخر وأن هذا السفير كاي اللي يرى أنه أن هذا السفير في الحقيقة يدير الهارد ماكرون واللاس الرسميين والسفير الحالي يديروا الصوفت الليونة في الخطاب وهذا السفير يعني أنه سفير سابق قالوا له أنت تقدر تدير شدة في الخطاب الـ good guy والbad guy أو الـ good cop والbad cop في الشرطة دائما ولكن أنتم بعضكم اللي تعاملوا فيها حالات معينة مع الشرطة أو في الحراكة وتلقى واحد تتحسوا باللي يجي ولد عائلة شرطي ولد عائلة ورطب ويتكلم معاكم وواحد خشين وفي الغالب يجيبوا لك الخشين الأول ومن بعد يجيبوا لك اللين باش انت تميل اللين وتبدأ تهدر يعني إذن كان بعض أخواننا اللي قالوا بهذا تقاسم أدوار ممكن يكون جدا تقاسم أدوار خاصة أن هذه الدول تعرف كيف سير سياساتها لكن أنا رأيي أنه مش تقاسم أدوار أنه في هذه الواقع مش تقاسم أدوار هناك خلاف داخل establishment الحاكمة الفرنسية في قضية دعم النظام العسكري في الجزائر هم يريدون نظام ضعيف هذا متفقنا عليه قلنا عدة مرات بالنسبة لهم هنا الجري فابلي آفابلي إكيسافيبلي ستولتون هذا بالنسبة لهم مهم بشرط يريدون جزائر ما تموت ما تحيا لعل الناس يسمعون من عندها العبارة قبل سنوات هل يعود نكررها هو نفس الخطاب يريدون جزائر ما تموت بمعنى ما تصراش فيها الفوضى ما تسقطش النظام وتصرى فيها الفوضى خاتش هذا الفوضى راح تجيب لهم ملايين جزائريين لأوروبا وخاصة الفراسة وما تحياش بمعنى ما يقومش فيها نظام وطني مخلص لشعبه ومخلص لبلده ومخلص لدولته فينهض بالبلاد اللي لديها إمكانيات هائلة ومع إخوانه في المنطقة المغاربية الروح بعيد لا بالعكس لازم النظام يبقى دائما في خصومه مع النظام النغري لإضعاف المنطقة إذا النظام لازم ما يموتش ما ينهارش لأن نتائج الانهيار قد تكون كارثية لهم وفي نفس الوقت ما يكونش نظام مخلص يخدم الوطن ويخدم الشعب ويخدم الدولة هم متفقين وهذه مش غير داخل الإستابلشمنت الفرنسية هذه أيضا داخل الإستابلشمنت الإسبانية والإيطالية على الأقل هذة الدول الثلاثة واليونانية حتى مالطة الصغيرة هذيك معهم بمعنى كل دول أوروبا البحر المتوسط المطلة على البحر المتوسط بلدان أوروبا الأخرى ما عنداش علاقات كثيرة مع الجزائر موقفهم فيه وعليه كل واحد كيفاش حسب مصالحه وإلى آخره لكن هذه الدول المطلة على البحر المتوسط تاريخيا كان بيننا وبينهم صدمات وخصومات وصراعات وبداية من الثمانية والثلاثين استعمار فرنسي كامل سبانيا استعمرت ما ما كان عندنا مرات لمئات سنة مئة وخمسين سنة أو في المغرب أو ما زال فرنسا رأي سبانيا رأيت استعمر سبتهم ليلة على سبيل المثال وجزر أخرى مغربية وجزائرية الأصل إذن ما التفقين على هذا؟ وش مختلفين؟ مختلفين ماكرون والجمالي راهي الآن في القرار يقولوا نحن نحتاج النظام الجزائري باش يعود يرجعنا لإفريقيا يساعدنا في إفريقيا الروس تردونا والأفارقة رأي تردونا والصين راهي تضغط علينا وحتى الأمريكيين موش يساعدوا فينا كثير اللي يقدر يساعدنا هو النظام الجزائري كما فعل قبل عشر سنوات يفتحوا للأجواء ودعموا للغزو الفرنسي لمالي اللي معترضين يقولوا بالصح هذا عنده ثمن غالي ممكن يساعدونا شوية ممكن يخرجوا فاغنر أو هاجم تبون هاجم فاغنر في لقاءه مع الفيقارو وبالمناسبة الفيقارو هي اللي نشرت هذا الصحة السفير إذن ممكن يساعدونا لكن على المدى المتوسط البعيد رأي عندنا مشكل كبير وشن هو؟ قال لك الجزائر هذه رأي يبقى النظام هذا ستنهار وكي تنهار هو اللي ما أضافهاش هو أشرها الصحة السفير لكن اللي تقرأ من خلف السطور وربما تقرأ وربما كديبلوماسي سابق نقدر مرات نتبين بعض الأشياء داخل السطور اللي يكتبوها الدبلوماسيين السفير هذا قال باللي هو بالنسبة له النظام سينهار وسنكون أمام حلين أو وضعين سيناريوهين سنكون أمام انهيار شامل مما يؤدي إلى وصول الملايين لأوروبا ولفرنسا خصوصا أو إلى استيلاء القوة المعادية هو أشار هناك لكن أشارها في جانب آخر قال لك الإسلاميين والعسكر رهم ضد فرنسا متفقين على كراهية فرنسا مش صحيح بالمناسبة مش صحيح لأن ليس كل الإسلاميين يكرهون فرنسا من الجهة واللي يقولوا نكرهوها يكرهوها ويقولوا علاش وأساسا على الاستعمار وعلى الهيمنة الثقافية إلى آخره وبعدين مش موجودين غير الإسلاميين كين وطنيين أيضا كين آخرين أيضا وكين حتى علمانيين أيضا عندهم موقف من فرنسا الاستعمارية وفرنسا الهيمنة والتدخل لكن هو اختصرها في العسكر وفي الإسلاميين فبالنسبة لهذا السفير أنه ممكن يجي نظام من بعد معادي تماما لنا لأننا نحن عمينا كنا ندعمه في نظام كان سينهار سينهار وبخينا ندعمه فيه ونبره في الدعم انتعنا له ويحذر سلطات بلاده من هذا العمى كما سمه فعلا سمه العمى الفرنسي ويقترح أن لا يذهبوا بعيدا في ذلك هذا الرأي راه موجود داخل الاسطابليشمنت الفرنسية رأيين مختلفين في التعامل مع النظام الجزائي رأي يقود ماكرو ويقول حيني اليوم اكتني غدوة النظام يعاوننا اليوم خاصة في إفريقيا وفي بعض الملفات وفي المحررحة حرب على الإرهاب وفي ليبيا وفي أشياء أخرى ورأي يقول لا دعمنا لهذا النظام سيأتي بالنتائج عكسية لأنه سينهار وعندما ينهار إما الفوضى العارمة وإما أناس يكرهوننا وبالتالي سيعادوننا بشدة ويكونونهم في حكم الجزائر وإذا خسرنا الجزائر سنخسر الكثير وهذا الرأي الثاني هو اللي عبر عليه السفير هذا دريان كورت وهو ليس حديث وحده وإنما هناك داخل من يعبر عن هذا الرأي طبعا تحدث على هذا في كثير من الاستعلاء والغطرسة والخطاب الاستعماري إلى آخره في كثير من لكن كين أشياء صراحة قالها ونحن لا نحتاج وأنه يقولها نحن نعرفها ونعرفها جيدا لكن تأثير هذا الموضوع نهيك على أنه طرح النقاش لدخل الستابليشمنت إلى العلن في فرنسا يؤثر داخل الجزائر هذا سيسعج شنغريحة والجناح الروسي داخل الجزائر هذا الخطاب اللي قاله هذا السفير وسيجعج بشدة بشدة سيزعج تبون والجنرالات الموالين تماما للغرب ولفرنسا خاصة سواء كانوا في الخدمة أو خارج الخدمة وينتظروا الآن رام في التربص رام في الريزيرفيس كما قايت قايت يراه كما ذاكتا الماتش رام في الريزيرفي آه أنا شوف لي الوقت ستجاوز مئة دقيقة لكن ما أردت أقوله أن في النهاية لن يقدم لنا شيء لكنه فتح النقاش اللي كان في غرف مغلقة داخل الفرنسيس يبدو أن الجناح متاعه شعر بأن ماكرون راح بعيد مع العصابة فأرادوا أن يفضحوا هذا النقاش أو يطرحوه للعلن وأن يكون نقد علني وعندما يأتي من سفير فهذا ليس سهلا لكن الغريب في الأمر لما تجي تسمع لتبوني تقول بأنه يدعى مثلا ماكرون 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 لكن شوف ماكرون في الأخير شوف لم هو تبوني يجي يقول لك أن ماكرون قال كليا كلام مليح ضد الاستعمار ولكن لم يقوم رئيس فرنسي بالإشادة وبالتعويضات والاعتذار للحركة مثل ما فعل ماكرون هذه واحدة منهم هو شخصيا يقدم اسمعوا من أعلى التكريمات لواحدة بنت حركي بنت حركي سابق بل أن دارمانون وزير الداخلية الفرنسي اللي جده هو اسمه كما تعرفوا جيرال موسى دارمانون جده موسى اللي كان حركي مع فرنسا جاء لما جل زيادة الجزيرة قبل شهرين أو شهر ونص الدوه يزور بيت جده في إحدى المدن الجزائرية تخيلوا تخيلوا لو أن وزير الداخلية الألماني راح لفرنسا وطلب بشير يروح يشوف القرية اللي ولد فيها جده اللي كان مع النازيين كان مع هيتلر هل تتصورون أن فرنسا تقبل مثل هذا أو تتصور أن ألمانيا تفكر في ذلك لماذا لا تفكر ألمانيا ألمانيا لأنها تشعر بالخزي والعار ما فعله النازيين لماذا يفعله الفرنسيين ويفعله زي الدخ لأنهم يشعرون بالفخر بما فعلوا أبائهم سواء كفرنسيين أو كأبناء حركة أو كحفيد للحركة هاي الإشكال ومن يوافق على زيارته العصابة وقالوا لجيب معك مرتك وراهي زيارة خاصة دعاوه ليزور بيت جدو الحركي الذي قاتل ضد الثورة الجزائرية حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة